لكن قبل ما اروح للتريند الاهلي واشوف اللي كتب على السوشيال ميديا اروح مباشرة الى ملعب مختار التتش بالجزيرة وزميل العزيز كريم احمد مراسل قناة النادي الاهلي والنهاردة اول تدريب للفريق بعد الخصول على اجازة وراحة 48 ساعة بعد المباراة الاخيرة واستعدادا لمباراة وادي دجل ان شاء الله يوم الجمعة القادم مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد كل التحيي لك وكل مشاهدة متابعة قناة الاهلي في كل مكان اخبار التدريب بالتأكيد ده طبعا الفريق راجع بعد اجازة وراحة 48 ساعة ممكن ما حصلتسه من فترة طويلة بعد استيناف النشاط لكن ما لمسته داخل ملعب التتش واستعداد الفريق لمباراة دجلة والحضور والاستعداد بالنسبة للمرحلة القادمة في البداية طبعا اعتقد قرار كان مميز جدا من الجهاز الفني اكيد بخيادات ريني فايلر ان يكون فيه 48 ساعة راحة لان التلاحم كبير جدا ومجهود كبير للعيبة متلحقش محمد طبعا يعني الريكافري بيكون بسيط جدا تلاحم وضغط كبير ومجهود طبعا بدني ودهن كبير جدا فيه المباراة فكان لابد يكون فيه يعني اي ايام والحياة ممكن الفرق بين المباراة دي ومباراة الاخيرة طبعا مباراة ومباراة ودي دجلة القادمة نقدر نقول كان فيه خمس ست ايام فاكيد كان الجهاز الفني قرار رائع جدا نكون فيه 48 ساعة على ان يواصل بقى النادي الاهلي استعداداته النهاردة نقدر نقول نهاردة التدريبه يكون الاول لفريق النادي الاهلي استعدادا للمباراة القادمة مباراة ودي دجلة اكيد يكون فيه جهد كبير وشغل كبير جدا من الجهاز الفني واللعبين ليستمر النادي الاهلي ان شاء الله في سلسلة الانتصارات والاداء بقى اللي بنتمنى ان شاء الله مع كل المباراة بنتمنى اداء النادي الاهلي يزيد لكن بنلتمس العزر اكيد لكل لعيبة النادي الاهلي على الضغط الكبير اللي فيه اللعبين أنا عايز أبدأ معك بأمر مهم جداً ساعة ثلاثة أو ساعة اتنين ونصف شفت حسين الشحات متوجد داخل النادي الآلي إلى الجيم نبدأ نقول حسين الشحات يعني إن شاء الله بإذن الله خلاص بدأ المرحلة بكل قوة المرحلة طبعاً التأهلية أو البرنامج الموضوع له خلال الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله تدريجياً كده حسين الشحات مع مرور الأيام ومع التدريب إن شاء الله الفترة القادمة يكون على أكمل وجه ويبدأ إن شاء الله بإذن الله يشارك مع فريق النادي الاهلي للمباراة بطولة الدوري العام ايضا كمان عايز اكد لك النهاردة ان التدريب يكون في جمل تيكتيكية كبيرة جدا وفي تصحيح الاخطاء بشكل كبير جدا وده اللي يمكن واضح من الجهاز الفني النهاردة يمكن اقدر اقول لك في هذه اللحظات في محاضرة فنية لمستر ريني فيلر المدير الفني لفريق النادي الاهلي لتصحيح الاخطاء لأيضا كمان الشغل الكبير اللي هيفزل لمباراة التوادي ديجلة للمباراة تكون قوية بعيدا طبعا عن ترتيب الفرقة اللي بيقابلها النادي الاهلي لكن كل مباراة بتكون لأي فريق منافس بتكون مباراة بطولة زي ما انت عارف زميلي محمد سعيد امام فريق النادي الاهلي فان شاء الله باذن الله كل الامور وكل الظروف تكون مهيئة لفريق النادي الاهلي عندنا غيابات وعندنا لعيبة راجعة من الاصابات لكن ابرز طبعا الغيابات انت عارف علي معلول حصوله على ثلاث انزارات يعني اكدنا وقلنا اكتب مرة عايزين للفترة اللي جاية لعيباتنا يكون الاحتكاكات يعني ما يبقاش فيها احتكاكات قوية كمان الاعتراضات على التحكيم ما يبقاش فيها اعتراضات لان محتاجين جهود كل اللعبة بالزبط طبعا يعني اقدر اقول طبعا هي فرصة وفي نفس الوقت يعني خلاص احنا بنقدر اقول كل لعب متواجد في القائمة ان شاء الله كالعادة يكون على قدر المسؤولية شفنا محمود وحيد بيشارك بكل جدية واعلن جهزيته بشكل كبير جدا في المباراة الماضية لكن يعني اكيد ان شاء الله الفترة جاية مش عايزين نفقد اي لعيب من اللعيبة المباراة كلها متلحمة الكل ان شاء الله يكون جاهز خلال المرحلة القادمة بيعود لنا كمان احمد فاتحي بيعود لنا ديانج فيمكن مع اللعيبة اللي بنفقدها لكن بتتعود ان شاء الله في كل اللعيبة اللي بترجع من الاقافات او بترجع كمان من الاصابات ان شاء الله باذن للقادي يكون افضل لعيبة النادي الاهلي وتحديداً للمباراة القادمة بإذن الله يكون تلات نقاط كالعادة يساعد النادي الأهلي يتسع الفارق هدفنا طبعاً هو الحصول على تلات نقاط لكن إن شاء الله يكون قادم أفضل إن شاء الله ديانج موجود في التمرين شفته النهاردة في الملعب عشان باقي أستعد إن شاء الله المباراة القادمة بعدما كان سافر رحلة قصيرة للمالي لتجديد جواز الصفر أكيد وعمر السلية كمان لو نطمئن منك الإصابة تحديدة ممكن بأسبوع عشر تيام بكتير ولا الجهاز الطب بقالك بشكل رسمي يعني هبدأ معك بعمر السلية طبعاً يعني ممكن عمر السلية كان متواجد النهاردة يعني قدر قولي محمد من عشر إلى أربعتاشر يوم ده اللي ممكن أكد عليه طبيب النادي الأهلي خلد محمود يعني إن شاء الله عمر السلية على حسب طبعاً استجابتوا لي الإصابة ممكن تكون أقل من كده لكن انت عارف يعني الجهاز الطب للنادي الأهلي بيحاول إن هو يكون الجهازية كاملة عشان يقدر لعبة النادي الأهلي تدخل فيها تدريبات الجمعية تدريجياً ديانج كمان يعني قدر لك حتى هذه اللحظة من الممكن يكون متواجد داخل غرف خلع ملابس لكن لسه مفيش لعبة النادي الأهلي ما ظهرتش حتى هذه اللحظة على أرض النادي الأهلي وقدر أقول لك خلاص يعني اللحظات بسيطة جداً وهيبدأوا أنهم يكونوا متواجدين يقدوا تدريب النادي الأهلي لكن ديانج إن شاء الله يكون جاهز بكل قوة وده اللي أكشد عليه تعرف كان فيه لغة كبيرة جداً على أمر ديانج محمد لكن ديانج إن شاء الله يكون متواجد عمر الصلاي هو اللي يمكن فقدناه للفترة اللي جاية لكن إن شاء الله كل اللي موجود كالعادة يكون على قدر المسئولية والقادم يكون أفضل إن شاء الله الفريق النادي الأهلي تمام شكراً جزيلاً زميل العزيز كريم أحمد من ملعب مختار التتش بجزيرة ونقلنا الصورة بشكل طيب جداً بالنسبة للمرحلة القادمة استعداداً لمبارات وادي دجلة